أولاً أنت كنت شاعر أنت من سهج أنا من سهج الموويل كلها بأصل الموال في سهج فعايز أعرف علاقتك إيه بالنوع ده من الفنون والله حضرتك أنا والدي عليه رحمة الله كان شاعر بس كان شاعر جاعداتي أنا مش عازف ربابا هو حضرتك المهتمين بهذا المجال كانوا بيطلقوا على والدي أولي زي أنا الجوال جوال يعني يقول الشاعر أينما طلب منه يعني بيرتجل جوال لا قوال مش جوال اللي هو بيتجاوم لا 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 قوال فن الجوال يعني بس بالنسبة عندنا حضرتك بيقول الجوال يعني ففن الجوال ده ارتجال يقول الشاعر أينما طلب منه يعني أنت بترتجله ما بتكتبوهش لا طبعاً لأنه أنا يعني لو أنا هنتبه للكتابة مش هنفع أن أنا أعزف على الربابا وبالأحيان حضرتك بيكون في أماكن بيطلبوا مني مربعات على الحاجات معينة يعني فلازم أنا أرتجل ولازم أقول يعني طب ثانية واحدة دلوقتي أنا مش عارف هقول إيه جاي هرتجل تمام طب ما النغمة لازم تكون متزبطة المربع هو هو يعني النغمة بتاعت المربع بتطلع على نغمة المربع يعني هي تيمة واحدة طبعاً لأنه فيه فرج حضرتك بين المربع والموالي السبعوي والتلتاوي إيه الفرق بقى حضرتك المربع فن الواو ده اعتبر فن الواو الشطرة الأولى مع التانية والتالتة مع الرابعة ده أربع شطرات بتتكلم في موضوع واحد ده المربع ده خلاف الصورة الجميلية اللي بتبقى في الداخل داخل المربع يعني إنما السبعوي بيتكون من سبع قفيات اللي بتبدأ به بتختم به إنما التلتاوي ده تلت قفيات والربع مختلفة اللي أنا قلت له في البداية اللي هو مصر سعيدة ومصر بخير ده فن التلتات يعني الناس السميعة تعرف الكلام ده؟ هاي طبعاً فيه ناس بتغوى فيه ناس غاوية عارفة يعني فين المربعات والموالي السبعوي التلتاوي أصلحنا عندنا مثلاً يقول لك لا أنا مهتم بالفن الفلاني أو أنا سميع ودني بتسمع كويس إنها ممكن تتكلم في تفاصيل زي كده يمكن أهل الصعيدي عرفوها أكتر طبعاً صح كده؟ طبعاً يعني كله ده اللي أنا اتكلمت فيه حضرتك بيطلق عليه الفن الشعبي سواء المربعات أو السبعوي أو التلتاوي ولكن فيه ناس بتحب تسمع تلتاوي وفيه ناس بتحب تسمع سبعوي نحن النهاردة هنسمع كله إن شاء الله